أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على استمرارية مملكة البحرين نحو تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في زيادة الانتاجية والدفع بعجلة التنمية وتنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للجميع مشيرا سموه في هذا الصدد إلى أهمية دور القطاعات المالية والمصرفية وإسهماتها في عملية التنمية الاقتصادية في المملكة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم السيد دانييل بنتو الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الاستثمار في بنك جي بي مورغان حيث نوه سموه بالدور الذي يقوم به البنك على المستوى المحلي والدولي مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين وما تبتلكه من بيئة ممكنة لممارسة مختلف النشاطات الاقتصادية وما تقدمه من تسهيلات وإمكانيات تشرعية ونظم ساهمت في تعزيز موقعها على صعيد الصناعة المالية والمصرفية معربا سموه عن اعتزازه بدور المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في المملكة وإسهماتها في تميز خدمات هذا القطاع من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات وقطاع الاستثمار في بنك جي بي مورغان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكين بجلالة الملك المفدى ولي العاد وما يبذله سموه من اهتمام في تطوير القطاع المالي والمصرفي اشتركوا في القناة